مدرسة على الهواء 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 احنا عرفين رياضة الكاراتيه طبعا لعبة يعني برضو بتخلي الانسان جسمه قوي واحد الرياضات المشهورة. student student you are a second year prep student. this year you are a second year prep student. يعني مقولك انت السنة دي طالب في تاني اعدادة. student يعني طالب وطبعا الجامعة بتاع students. نكمل مع بعض كده كلمات اخرى عندنا. اسبورتس اسكول. اسبورتس اسكول. if you want to join اسبورتس اسكول. you must be good at اسبورت. تاني. if you want to join اسبورتس اسكول. you must be good at اسبورت. يعني لو انت عايز تخش مدرسة الرياضية وطبعا عندنا in Egypt. there are a lot of اسبورتس اسكول. في مدرس الرياضية كتير وبعض الطلبة بتحب يمكن في مرحلة الاعدادة او اللي هي الساكندلستان ويلتحقوا بيها. طب ايه الشرط بتاع الدخول دي. you must be good at اسبورت. لازم تبقى يعني شاطر في الرياضة معينة او جيد في لعبة معينة. عندنا برضو كلمة practice. practice is a verb. نركز بقى في الكلمة دي. نحن عندنا الكلمة اللي قدامنا اللي هي ايه practice. وناخد بالنا من الاس. it's a verb. دي verb. practice. practice. النون بتاعها practice. in British English. in British English it's a noun. and this is a verb. يمكن في البريتش انجلش عندنا verb ونون. لكن في الامريكان انجلش practice دي بتستخدم للverb والنون. لكن في البرتش انجلش practice بالاس دي verb وبتتنتق اس practice بتتنتق زد. ودي practice بتتنتق زي الاس اللي هي النون اللي هي التدريب او الممارس. كمل مع بعض الكلمات عندنا انجينير. what is an engineer? يعني انا لو قلت له واحد كده من الناس اللي بتفرج علينا. what is an engineer? يا ترى انا بقصد هنا انه هو يقول لي الميننج. لا انا عايز يقول لي. يعني تعريف الكلمة انجلش يقول لي. it's a job. it's a job. where you can. for example. build. مثلا. dames. build. roads. build. bridges. الانجينير is a job. where you can. do a lot of things like. building houses. building. roads. building. نعفل الانجينير ده اللي هو المهندس. والله هو شخص ممكن يبني طرق يبني جسور يبني سدود وهكذا. يبقى انجينير. is a person. who build. dams. roads. and bridges. نكمل مع بعض عندنا برضو. windy. what happens when it's windy. when it's windy means there is a lot of air. لما بيكون الجو windy. معناه ان فيه هوا جديد قوي. حتى ممكن اقول لك ايه. if you want to fly a kite. if you want to fly a kite. يعني لو انت عايزت تطير طيارة. you must find somewhere windy. you must find somewhere windy. you must find somewhere windy. يعني ادور على مكان فيه هوا. طبعا هنعرفين برضو عشان نتعلم حاجة مهمة السنة دي. احنا عندنا كلمة. the wind. the wind is a noun. اللي هي الرياح. وعندنا windy. it's adjective. عشان دايما عايز الطلبة يعرفوا. the difference is between parts of speech. اللي هي الناون. the adjective. the verb. the adverb. اللي لازم ابقى دايما عارف الكلمة. هل هي نون اسم. ولا هيا ال adverb. ولا adjective. صفة. ولا هي verb. the wind دي نون. اسم اللي هو الرياح. حتى كان منها طبعا كان فيه فيلم مشهور. gun with the wind. gun with the wind. ذهب مع الرياح. لكن windy اللي هي الصفة بتاعتها. نشوف مع بعض كلمة تانية. عندنا كلمة ground floor. ground floor. اللي هو زي الدور الارضي. time table. time table. what is a time table. a time table is a thing. that you can know. what you can. what you have every day. time table. is a thing. that helps you to know. what you have every day. time table. ده زي جدول موعيد. او ممكن نقول عريف المدرسة جدول حصص. اللي هو بيعرفني. what lessons I have every day. لما بنحب نعرف انا عندي ايه في الحصص. ببص في الجدول بتاعي. polite. polite. polite is ايه بقى؟ هل دي بقى نوين؟ لا. دي adjective. ناخد بعضنا بعض كده. عشان نتعلم الحتة دي مهمة او عايزنا اعرفها السنة دي فساة تانية. polite adjective. if you are polite means that you are good person. يعني لو انت مهزب او مؤدب بيبقى طبعا لحاجة كويسة. ام بقول لواحد you are polite او ما نقول احمد is polite. يبقى انها مؤدب. طيب. politeness. 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 دي ايه بقى? politeness اللي هي ايه النوين. اللي هو الادب ذات نفسه. politeness. ولو عايز اجيب الادب بتاعها. politely. politely. اللي هي من قولها الحال بتاعها. شوف انا بركز قوي على موضوع ان انا اعرف الكلمة. هل هي adjective. ولا هل هي نوين. ولا هل هي adverb. هل هي adjective. ولا نوين. ولا adverb. يبقى انا عندي polite adjective. زي ما اقول احمد is polite. يبقى بوصف احمد. politeness is very important. politeness is very important. يعني انا بتكلم على الادب. النوين. يقول الادب مهم. او لما اقول اي ايه. اي اسكد احمد politely. اي اسكد احمد politely. يعني سألت احمد بادة. بما دا الحال بتاعها او الادب. عندنا برضو science lesson. ويمكن قلنا من شوية science lesson. is a lesson that we can do. that we can have in the laboratory. اللي هو لما درس العلوم. office. اللي هو مكتب في اي مكان. changing room. طيب. يمكن عشان كلمة جديدة الشيء من نسبة لنا. what is a changing room. a changing room is a place where you can. change your clothes. and put on other clothes. يعني. if you wanted to change your clothes. and wear another clothes. so you go to the changing room. يعني ما يكون في المدرسة عندي مثلا بي اي. وعارفين ان بي اي اللي هي ايه. physical education. اللي هي التربية الرياضية او الالعاب. لو انا عايز اغير اللي هو اليونيفون بتاع المدرسة. وارتدي اللي هو. اللي هو زي الرياضي. بروح فين بقى. changing room. اللي هي بنقول عليها. حجر التغيير الملبس. ودي جات كلمة بي اي. اللي هي اختصار. physical education. where you can play. do sport. run. jump. اللي هي بنقول عليها التربية الردية. social studies. social studies is a subject. is a subject. طيب لو انا بتعلم social studies. what do I study. بندرس ايه. we learn history and geography. ونخبرنا برضو احنا عارفين دايما ان يمكن لما بندرس social studies. بنتعلم فيها history and geography. اللي هي بنوه على الدراسات الاجتماعية. اللي هي بتنقسم الى ايه. history and geography. اللي هو التاريخ والجغرافيا. فدائما لما بدرس. social studies. معناه اني بدرس. history and geography. we can learn about countries. ممكن اعرف عن البلاد. rivers. seas. locations. المواقع بتاعت البلاد. landscape. and so on. عندنا بقى حاجة مهمة قوي عايز السنة دي. من اول unit كده نعرفها بالنسبة للصفر الثاني. الى جانب معرفتي بال new vocabulary الكلمات. بقى عرف حاجة اسمها expressions. and prepositions. يعني ايه؟ تعبيرات وحروف جر. ودي دايما بتبقى فيه روابط. بين verb و noun. verb مع noun. أو verb مع prepositions. يعني ممكن يبقى عندي verb باحفظ انه بيجي مع noun معين. ممكن يبقى عندي حرقة فعل احفظ انه بيجي مع حرف جر معين. فلازم كل دي نعرفه في كل unit. نبدأ مع بعض. talk to. when you talk to someone. you talk to someone. يعني بقول بتكلم. i talk to to احمد مثلا. the teacher talked to the students. الطالق المدرس يتكلم مع الطلاب. لان فيه talk about. يعني يتكلم عنه. add the end of. يعني لو انت مثلا في مكان. وعايز تفسف لواحد ان يروح جزء معين من المكان ده. ممكن تقول له ايه. ممكن تقول له ايه. you will find the classroom at the end of the corridor. at the end of the corridor. يعني في اخر الكوريدور. يبقى add the end of. دي حفظ اللي. on the first floor. لما تحب توصف لحد مثلا عنوان فتقول له الشقة مثلا دي او المكتب ده. في الدور الاول في الدور التاني بتقول له. on there. وبعدين بقى ممكن اقول first الاول second third. ممكن اقول له ground floor. يعني اقول له الدور الاول يبقى on the first floor. الدور التاني on the second floor. يبقى on there. ومعها ال number اللي هو ال ordinal number الرقم الترتيبي. اللي هو first او second او third. وبعدين اكتب كلمة floor. wake up the stairs يعني ايه. لو انت في مبنى مثلا. وعايز تقول له واحد مثلا ان المكتب الفلاني في الدور التاني. فبالتالي اسعد اطلع السلم تقول له ايه. wake up the stairs. wake up the stairs يعني اطلع السلالم. good at. اه زي ما انت تقول. i'm good at english. i'm good at english. ماقولش good in. لان الحاجات دي بتيجي تشوز في الامتحان. we read and correct. نخبالنا احنا بيبقى هدفنا ان احنا نتعلم لغة وايضا ان احنا نبقى عارفين دايما مستعدين للأسئلة. go down stairs. 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 ساعات او الدقائق واقول hours او minutes. go upstairs. اللي هي عكس بقى go down stairs. برضو عندنا. go into. go into the class. go into school. يعني ادخل. on the right. لما كن بعمل directions او بوصف لواحد بقول له on the right. اليمين. وطبعا عكسها on the left. in the middle of. in the middle of. يعني في منتصف او وسط. لازم نحفظ الحاجات دي كلها. put your hand up. طب. put your hand up يعني ايه. if you are in the class. and you want to answer. او to ask a question. لو انا في الفصل وعايز اسأل المستر او تيتشر. او عايز اجاوب. هل اجاوب كده على طول. لا. you put your hand up. يعني ايه. برفع ايدي الفوق زي ما بنقول كده. او ممكن اسأل المستر كده. when you arrive at school you meet your friends. arrive at يعني يصل ايه. وطبعا فيه arrive in. تيجي مع اللي هي السيتز. والكانتوس. give someone a tour يعني ايه. يعني ايه. يعني لو انت مثلا. at the first day of school. لو روحت اول يوم. and you find a newcomer. ولقيت واحد طالب جديد. جديد في المدرسة. فانت بتعمل ايه. give him a tour. يعني ايه. بيتعرفه الاماكن اللي في المدرسة. او زي ما تقول تستحبه في جولة. add the top of. add the top of. زي ما انت تقول. the roof is at the top of the house. اي بيت بيبقى فيه سطوح او سطح. فبنقول عليه. the roof is at the top. do a quiz. طبعا ممكن اي تيتشر او اي شخص يعمل quiz. quiz دي اختبار كصير كده بقى في شكله بسابقة. فبنقول دائما معه do. do a quiz. add the bottom of. احنا متشوها قلنا. add the top of. اللي هي فيه اعلى. عكسها بقى. add the bottom of. وعندنا برضو. do sports. لما قول بقى لعب رياضة. do sports. لراحز ان احنا بنقدم مش كلمات. دي عبارات وحروف جره. ننتقل بقى ليه. اللي بيبقى في كل يونت طبعا بندرس. grammar topic موضوع. عندنا الموضوع اللي هندرسه في يونت وان اللي هو. how to express ability. necessity and obligation. ability اللي هي القدرة. يعني لو انا عايز اقول بعرف اعمل شيء معين. او ما بعرفش اعمل الشيء ده. لو عايز اعبر عن necessity اللي هي الضرورة. او ال application اللي هو الالزام. بسخدم اين. شو مع بعض كده. ability, necessity and obligation. ناخد برضو برضو كلمات جديدة برضو بالنسبة لنا. ability اللي هي بتيجي من كلمة apple. يعني قادر. حتى بنقول apple to. necessity اللي هي الضرورة. بتيجي منها كلمة necessary. application. application اللي هي الالزام. عندنا اربع حاجات هندلسهم. can't, must, mustn't. طيب. اول حاجة لو عايز استخدم can. باستخدمها ازاي? ببدأ بال subject. الوهي او شيء او اي او احمد او محمد. وبعدين اجيب can او can't. وناخد بلنا بيجي بعدها ال infinitive. دي حاجة سهلة. بعدها المصدر. طب بالسهر ان can و can't اللي هي? what we are or added allowed. يعني ايه اللاود مسموح. يعني ايه هو اللي مسموح نعمله او مش مسموح نعمله. او اللي بقدر عمله وما بقدرش عمله. for example. اما اقول i can come. ناخد بلنا can بعدها come اللي هو المصدر. to the park is after noon. يعني اقول له واحد انا هقدر اجي الجنينة النهاردة بعد الدهار. but i can't stay after four o'clock. بس مش اقضى راعب بعد ساعة اربعة. لازم امشي. فبه الجملة فيها كان. وكانت. كان للاثرماتف الاسبات وكانت اللي نجات فيها. طب لو عايز استخدم must or mustn't. يا ترى بجيب قبلهم ايه? subject. وبعدهم. المصدر. بس هال must or mustn't برضو الاستطاعة والقدرة وكده؟ لا. باستخدمهم to talk about necessity and obligation. لما باستخدم عن الالزام والضرورة. طبعا فعلت الاسبات. وباستخدم مصنط للمنع. يعني ما يكونوا بقول له واحد ممنوع. زي مثلا مثال مثال. اما تيجي تعد الشارع. يقول لك. you must look right and lift before you cross. اي mother او father اي ابا وام بيحبوا يدبيه. there children. اطفالهم لما يكونوا بيعبوروا الشارع يقول لك ايه? you must look right and lift. يعني بص يمين وشمال. before you cross. قبل ما تعدي الطريق. اول ما اقول له احد. you mustn't talk in the library. ما تنفعش تتكلم في المكتبة. because you must be quiet. لازم تبقى هادي. if you are in the library لو انت في المكتبة. you must be quiet. لازم تبقى هادي. فهنا يعتبر حاجة بنوع عليها forbidden. ممنوعة. you mustn't talk in the library. يعرفنا كان وكانت للابلتي والبرميشن. كان وكانت للابلتي والبرميشن. يعني ايه الابلتي القدرة. وبرميشن السماحة او الاسن بفعل شيء. must or mustn't للنسيستي والابلجيشن. او للحاجات اللي هي بنوع عليها. not allowed. مش بسموح بيها. او forbidden. في حاجة بقى يمكن بالتاني اعدادي. يعني مش بتعودين عليها شوية. اللي هي اسمها ايه? language function. اللي هي بدرس فيها عبارات معينة. ممكن استخدمها في الحياة. او ال real life. في الحياة العادية بتاعتنا او الواقعية. اللي هي الوظائف اللغوية. لو انا عايز اسأل مثلا حد اقول له. what is the best time to pack your back for school? ناخد بنا من الاسئالات عشان بتيجي في سؤال الديالوج والسابلاي. what is the best time to pack your back for school? يعني ما حد يجي يقولك ايه? افضل وقت تجاهز في شنطة المدازة. هل? the night before school? ولا in the morning? انت بقى تختار. ممكن راح تقول the night before school. يعني بالليل. احضر شنطة دي بالليل احسن. عشان الصبح ما بقاش ايه? ما ننساش حاجة. وممكن حد يقول in the morning. in the morning. what is the best time to pack your back for school? dear students, we will have a short break and come back after the break.